موسيقى غريتا عون ضيفتنا اليوم بـ والوفيم أهلا وسهلا بك غريتا أنا بطرق أن أتعرف عليك كمان اليوم خلال بلاتو MTV Live على هالخبرة الحلوة على هالأدوار الحلوة على هالشخص المتواضع يلي دايما لو بروفايل مع كل نجاحاتك غريتا أهلا وسهلا بك ما رح نقول من كم سنة بلاشت التمثيل طبعاً أفلام سينمائية أكثر من خمسين مسلسل 13 مسرحية والجمهور يذكرونك بأدوار كبيرة مثل بكازانوفا بياسمينة أول مرة سامرة وغيرها لكن اليوم نفاجئ الناس ونحكي عن غير موضوع ما حربي اليوم تشاركينا اليوم بدي أحكي عن مسرحية المسرحية التي اخترتها لمشروع ديبلومي مشروع مستر عدد الممثل نقات هالمسرحية اللي كتب تسين تارف وتسعمية أربعين تحديداً لإدد بياف واللي كتب الكاتب الفرنسي جون كوكتو جون كوكتو أكثر الأشياء صعوبة لنقراها هي كتب جون كوكتو لأنه مش هالسهل الممتنع فينا نقول هالكتابة يلي بتمين أوقات للفلسفة شوي ليه اخترتي ليه اخترتي هالمسرحية وبدأ نشوف كل شيء طورتي اليوم فيها أوكي هو الشيء أنا كان بدي أحكي بدي أقدم مسرحية بتحكي عن المرأة فقريت كل مش كل المسرحيات بس أكبر عدد من المسرحيات اللي بتحكي عن المرأة بعدين علاقة المرأة مع الرجل بس لما ريت لبال اندي فران حسيت أنه حسامت اختياري وما ممكن اختار مسرحية تانية حسيت كل اللي أنا بدي وصله من خلال هالمسرحية قدرى وصله كفكرة فقط كموضوع فقط أو كمان طريقة كتابة كتابة للممثل نحن رحناك كمان عن أعداد الممثل مية بالمية بس أنا بلشت ترجمة ولبننتها وترجمتها وطبعا بعدين تحت اشراف الأستاذ ميشيل جبر بوشه له تحية كتير كبيرة وأنا كمان بدي وجه له تحية وأستاذ ميشيل جبر علمني لقلي كمان أشرف على كل شيء على أداء التفاصيل وأصغر التفاصيل فبلشت ترجمة وبعدين صرت اشتغل على الشخصية وعلى الإيدي اشتغلت جملة جملة خلينا ناخد مختصر عن القصة قبل ما نوصل للتغييرات ولطريقة العمل التي نعملها تتقدمي تقدم هالماجستير وألف مبروك طبعا عن شو بدور أحداث هالقصة بتحكي عن معاناة المرأة معاناة مرأة حيث حالها عيشة لوحدة لحالها بس مع رجل وهذه صعبة كتير أنه تحس حالة وحيدة مع أنه هي مع رجل بذات البيت فما في خبرك قديش صعبة أنه تكون عيشة هذا اللي حوالت وصله بتخيل أنه كتير صعبة تعيش مع رجال هو مفروض يكون أشبه بظل بس ظل أنه يرافقك مثل ظلك يرافقك بذات الدرب ولكن هون منشوف أنه هو عم يلعب دور الظل يلي هو ما عم بيحس معه ما عم بيحس بمعاناته ما عم بيحرق لحياته عمره حتى حاجاته ما بيعرفين هددت حاله بالقتل ما حس معه ما فيه أي تواصل بينه وبينه يعني شخص ما عنده أي شعور أي تفاعل مهمل والإهمال معروف أنه هو نوع من نوع من التعنيف هالتعنيف السلبة يلي بيكون من خلال الصمت من خلال عدم الاهتمام من خلال الإهمال أديه المرة بتشبه اليوم نساء موجودين بمجتمعنا كتير بدي أقول لك شغلة رانيا أنا بعتبر أنه هل عم تحكي عن نساء مجوزين يمكن لأنه أنا هنا بالمسرح هي منا مجوزين يعيشي معه وهنا أصعب أنه كان فيها ساعة ما بدأ تفتح الباب وتفل بس ما قدرت لأنه كان قلبها هو أقوى من خيارها بعدين بإخر المسرحية بقرر أنه ظاهرة وهنا اللي بدي أقول أنه بنهاية المسرحية بتشبه الزواج إذا بدك يعني بنهاية المسرحية قررت تقول لا حبيت أنه هالمرة تقول لا لا اختيار يمكن يكون أفضل بس هي راحة لمجهول لا تعرف شو نطرها يمكن نطرها أسوأ ويمكن نطرها شيء أحلى ذات الشيء بالزواج يلي هو من أصعب الإختيارات بالحياة برأيي يلي أنت عم تقولي نعم فعلا مش عارفة أنت شو نطرك فعلا رايحة لمجهول هل أنت فعلا عم تقولي نعم لحياة أفضل عم تختاريها بإيدك أو لحياة أسوأ كثير حلو يلي عم تقولي إذا بتسمحي لي رانيا اللي حملني مسئولية لأنه بكتير ناس اجوا خبروني بعدين أنه بكيو وفي كتير ناس تأثروا بهذه المسرحية وحملوني مسئولية أنه إرجع أعرضها بعدين عدة مرات لأنه قد لقيت إذا بدك أنا سميت صرخة واجع لكتير نساء قد هن عايشين هذا الواجع جواد بيتهم وظاهريا مش ببينة لقيت تفاعل لأنه عم بيتمثلوا لأنه هي عم تنقلهم مراية لهذه الواقع اللي هن عايشين فيه بهك أطرحات أو بهك مشروع لتخرج بحق للطالب رح نسميك طالب اليوم أنه يغير بالنهاية أنه يحول شوي هالقصة لشي تاني شو هي اللي بقي وشو هي اللي تحول من قصة جون كوكتور أغلبية القصة هي بقيت زيتا بس بنهاية المسرحية تحت طبعا طلب من أستاذ ميشيل جبر لقى أنه تنتهي مطرح ما أنا نهيتها بس أنا لقيتها كمان أنا عم بقرة المسرحية لقيت فيه كتير زل للمرأة محبات مشان هيك أنا ظهرتها بآخر المسرحية هي بالمسرحية الحقيقة بتبقى بس حسيت كتير زل وفيها كتير أنانية لأنه بالمسرحية الأصلية بآخرها بتقله خليك ما تفل اللي بدك يا أنا بس خليني يكون موجودة حدك حلام باللي بدك يا خون اللي بدك يا بس أنا مبسوطة أني موجودة حدك وهذه مش بس زل للمرأة أهنانية لأنه أنت ما في كتم تلك الشخص إذا هو فكريا منه معيك ما بيحبك بقى بس شو كانت نظرة الكاتب برأيك بوقتها هو تيكتبها لإديت بياف يعني أكيد أكيد أعرف أكيده لأنه فيه بتربطهم علاقة صداقة قوية كتير طبعا هيدول الإشياء اللي عم يكتبها لأنه هو بيعرف تماما أنه عيشتهم إديت بياف حلو كتير وكتير مؤثر هالحديث وبيدقر أي مرة مش بس عم نحكي عن مرة مزوجة أو غير مزوجة أي مرة بتسمعها الحديث بترجع بتطلع شوي بحالة بترجع بتطلع أنا وين أنا كيف عم بتصرف أنا ككرامة إنسان مش بس مرة أنا شو أنا وين لكن تغيرت النهاية أنت مسلت المسرحية تحية كبيرة لليوم نابو حنة اللي مسلت معي وسامر حنة شخصين مسلوا بالمسرحية خلينا ننتقل لكي نعم نشوفوني السوار خلينا ننتقل لإعداد الممثل نحنا اللي منسمعه هو إدارة ممثل ومنعرف أنه هالشغلة فيها نقص كتير بلبنان أي أنه المخرجي اللي نحنا منتوقع منه عوقات أنه يكون هو عم يعمل إدارة الممثل ما عم بيكون فيه شغل هالأد على هالموضوع شو الفرق بين إدارة الممثل بين إعداد الممثل أول شيء بدي أقول نحنا بمستر إعداد الممثل لسببين بين عمل المستر أولاً يساعدنا أنه نقدر نعلم بعدين مادة المسرح تانياً إعداد الممثل هو كل شيء له علاقة بالممثل تحتى يصير حاضر أنه يلعب الدور اللي عم ينطلب منه حتى ولو كان محترف تحتى يقدر يلعب وأكيد بإحترافية إذا كان محترف بيصير بأكتر إحترافية بتجدد لأنه كتير مهم يكون بعيد عن الكليشي وبصدق هذا كتير مهم يعني بدءاً من النص كيف تقدر تعمل دراسة نص وتقدر تحلل مزبوط بين السطور شو بده الكاتب حتى أنت تقدر توصلي شو بده الكاتب يوصل من خلال هيدا الدور تقدر توصلي بطريقة مزبوطة أداليوم الكاتب عم بيكون في عنده إشياء بين السطور حسب إذا كانت ما فينا نعم مثل التمثيل في ناس جيدين ناس لا إذا كان كاتب جيد أكيد في عنده كتير إشياء ميساجات عم تمرق حسب إذا كاتب مبتدأ وحب يجرب على الورق تجربة برويون تفرق تقنيا على الأرض إعداد ممثل بس يعني أنا عم بحكي بدءا من الناس للشكل الخارجي كيف تعمل اللوك لأنه تقدر تركبي اللوك بعيد كتير عن شخصيتك أوقات بيكون للكاركتير من جوة كيف تشتغل على أداء التفاصيل كيف هالشخصية بتنفعل بتضحك بتبكي للجسم لأنه الجسم بيلعب دور كتير مهم بكل شخصية للصوت مش كل الأصوات بكل الشخصيات لازم تلعبيهم بذات الطريقة يعني فيه أوقات نبرة صوت معينة بتضيف وبتكون هي عم بتعطي هوية معينة للشخصية هوني عم نحكي يعني لأنه بتعرفي أوقات ممثل هالقدي معروف هالقدي محترف هالقدي قديم يمكن بيقول أنه أنا مني بحاجة لأنني أتحضر لدور معين بس هوني عم نحكي كأنه شغلة بونكتويل يعني هالدور بالزيت بده هالإعداد بالزيت دور آخر بده إعداد آخر ما عم نحكي كأعداد ممثل أنه أي الممثل ما بيعرف أو ناقصه أو أي شيء تاني ما إلا علاقة على كل حال قردت أنا بحب يعني هلأ اليوم عم نحكي بكل صراحة وجفافية كثير فيه ممثلين وكثير معروفين وكثير من نحبهم بلبنان إنما انطبعوا بشخصية معينة وهالشخصية بتنعاد كل ما بيعوزوا هالشخصية بمسلسل معين عم بيرجعوا لذات الممثلين هالشغلة تعتبر سيئة شوي سيئة كتير بس فيه شغل من اتنين أو بيكون عن جد فعلا أو بتكون مش قدرين يظهروا من الشخصية أو بيكون الإيغو عالي كتير يعني الأنا موجودة كتير عالية لما الممثلوا الممثل بيصيروا كتير عندهم من حالهم السئة زيدة بيسموها أنا بحس أنه هون يبطلوا يعني رح يفقدوا كتير من تمثيلهم لأن ببطلوا يعرفوا يشتغلوا على حالهم بيصيروا مفكرين أنه هنم مش عايزين صحيح صعب أنه تقنع ممثل برأيك أنه يكون عم يعمل أعداد أو تكوني عم بتساعدين بأعداده أو أي شخص آخر يعني مش بس مش صعب إذا هو حاضر ما بديك يكون هو حاضر أنه لازم لممثل يشتغل كتير ع حاله حتى دايما يتطور بدي يكون هو حاضر لها الشيء لنرجع تقنيا على الأرض قبل بقدي وقت بيبلش تحضير قبل مسلسلة أو قبل مسرحية أو قبل فيلم معين حسب كل مسلسل شيء طبعا يعني أوقات بيكون في مسلسلات كتير مضغوطين بالوقت من سير عم نشتغل بسرعة بسير التحضير بسرعة وأوقات بيكون المسلسل في مجال للتحضير يعني كل مسلسل شيء أوقات بيكون محضرين الملابس في ناس عم تشتغل على الملابس ملابس خاصة أوقات خاصة إذا كان تاريخي أوقات لقى منضطر أنه نسق سوى يعني حتى نضبط الملابس أكيد أنا بشتغل كتير على دوري بالبيت لأنه بعتبر أنه بيه لبنان وعنك الوقت الكافي حتى المخرج يديرك لأنه عادة بيكونوا الوقت عم بيدهمون فأنا بشتغل كتير بالبيت بجرب كتير بنبش على الشخصية لوحدة وعلى الكاركتير أنا ببنيه لوحدة وبرجع بنشتغله سواء أنا والمخرج هو المخرج أساسا يلي مسؤول عن أعداد المخرج؟ أنا بلاقي المخرج مسؤول عن كل شي هو بحط المثل فوق أو بحطه تحت تاسع أرض كيف؟ إذا كان في ممثل كيف يعني؟ بإدارته أول شيء تاني شيء كل شيء غلط أنا ما بشوفه كممثلة مفروض أنت كمخرج مسؤول أنه هذا غلط تجي تقلي أنا شو بدي يعرفني ما بقشة حالي حتى لو كنت برو ما في حدا برو في حدا دايما هو قد ما يكون عنده خبرة لازم يشتغل حاله طي يتطور أكثر وأكثر وأكثر شيء كتير حلو عبد تولي شيء مش كل الناس بيتقبلوا أبدا هالفورميسيون كونتينيو لكل الحياة يعني هالتدريب الدائم على بأي مجال يعني مش بس عم نحكي عن التمثيل أو عن الإخراج بأي مجال بدني أدام هم اليوم ننظل عم نقدم وعم نقدم وعم نتدرب وعم نشتغل على حالنا لأنه محضن كامل يعني بالنتيجة اليوم قريتا من بعد ما حصلت على هالماجستير رحت بتفكري تعلمي بالجامعة وقدي كمانا في مجال أنه أنت كممثلة تصيري شخص مسؤول بمثلسل معين بفيلم معين عن إعداد الممثلين بتفكري بهذا الموضوع أكيد طبعا وبحب كتير يعني أنا بحب كتير ركب شخصيات بحب هذا الشيء ومستقبليا أنا عم فكر تحت علم عم بعمل هذا شيء أكتر تحت لقي شغل ثابت وعلم بجامعة لأنه بالنهاية الفن ما بقدر وقف تمثيل وهذا أكيد ما رح وقف تمثيل بس حده كتير مهم أن يكون عندك وظيفة ثابتة حضرت لنا فيديوز بفتكر رح منشوف شي منهم هلأ ونرجع من عليك بحب كتير بحب كتير بحب كتير بحب كتير فيديوز ونرجع لبيت تأمتر الخواجة والخواجة لا بشدي من أي حدث لأنا بيعرف كتير منيا أن السن نايم وحضرته دايرة حل شهر ها 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 أهلا موسيقى موسيقى هيدا كله رحلت غير منذ وكرة رحلت الشابة لكل الولوك والكتير وأنا الشامبان ورحلت أرسل وعندما يجاربنا عبرنا يومنا بوحنة عم نشوف مشهد من المسرحية شو سميت يا بالعربي؟ ما سميتها بالعربي كثير ضعت بالأسامة أخر شيء قررت أتركها ما هي ما في شيء كان بوازي اسمها لأن كلمة انديفيران على فكرة مش كير تترجم العرب بكلمة محددة هالأد تفرج الحالي شفنا تمثيل شفنا سينوغرافي ديكور بدنا ناخد شوية تفاصيل عن اختيارك لها الأشياء أول شيء أنا سينوغرافية اللي هو علاقة بكل شيء ديكور يعني لعب دور كتير مهم عندي فالمعظم الناس اللي تناولوا لوبان عندي فرانت ما أقول كلهم فاتوا بالديكور ريال يلي هو الواقعي بس أنا فاتت بالديكور سور ريال أو إير ريال يلي هو مثل ما لحظتي وانا بالنسبة لأهل السينوغرافي شغلة كتير مهمة لأنه بتساعدك بالإخراج أنه توصل أفكارك بطريقة أعمى وتروحي لمحلات أبعد بكتير مما أنت بديك إذا بديك الفضاء المسرحي هي كانت محددته المرة بها المسرحية محددته ضمن حسب معنوياتها حسب شخصيتها يعني نفسيتها فحاصر حالة فيه وإذا بديك بلوتو هو الرجل اللي حاصرها بهذا الشيء تشدد على السرير على هلوي شيح هكذا شغلة هو اللي فوال هذا هو عبارة عن جدار عم يفصل العلاقة بينه وبينه وأكتر تخذ هو أكيد عبارة عن بيرمز للعلاقة الجنسية إذا بديك السلوم هو محاولة عبور عم بتحاول أفكية عم بتحاول عمودية عفوا عم بتحاول توصل عم بتوصل العالمه بس ما قدرت جربت كل الطرق والبنديول والساعة هنها علامة الوقت والوقت كتير مهم عند كوكتو بيركز كتير بالمسرحية عن الوقت يعني كتير مهم أنه نعرف أنه فيه أشياء بحياتنا عم تحترق وما منقدر نعودها طب فيه أشياء بتتعود بس فيه أشياء ما منعودها الوقت ما بيرجع لورا هيدا على الأكيد على الأكيد وهيدا هو يلي بفتكر حب أنه يشدد عليه بي كتابت وأنه الوقت عم بيمرق بس أنت بعديك محلية وقديش مغبونة المرة بلبنان خصوصا لأنه بيحترق كل عمرة وهي بس عم ترضي مجتمعها ما عم ترضي ذاتها مش أنه هكي حبات إلا بآخر المسرح هي يقولي لا قولي رأق روحي لمطرح يمكن أنت تكوني مبسوطة فيه أكتر خلينا نشوف مشهد تاني كمان بيعبر أكتر ومندع المشاهدين ينتبهوا كمان على تفاصيل وهيدون المشاهد بس أول مرة بينزلوا على الام تيفي شكرا يلا خلينا نشوف يلا شو حلو الوحى يتخبروا يا جريد بعث كتير منيحي ما كانت تسمعني وفي يكي الدنبة تترشح بعث منزل ويشح ويشح والحجرين وكتير منزل ويشح اشتركوا في القناة 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 وعلى الشعر حسب يعني بس الثمانين بالمئة من الانتاج اللي عم بصير للأسف عم بصير بجت كتير قليلة لأنه المنتج عم بيعيني وما بدنا نفوت بها كل التفاصيل مشان هيك ما عم بتكون الاشياء شوية سريعة حتى ما يتكلفوا كتير بس هو بالأصل مفروض يكون الإضاءة تلعب دور كتير مهم معقولة ترجع تنعرض مسرحيتك قريبا؟ شو الهدف يعني الجديد بالله المسرحية عم حكي قبل ما نوصل للمشهرية وصل لهذه الرسالة مثل ما هزد خمس ما بدي قول خمسين مرة ما هزد ثلاثين مرة وإجوا خبروني في هزد ثلاث تلاف وأكتر ليش لا؟ لكينا بدنا نرجع نعرضها؟ لازم لازم عن ذات حرام نات راسبونسل نات راسبونسل لأنه طبعاً لأنتاج مشكلة كتير كبيرة بلبنان وبالمسرح اللبناني تحديداً المسلسلات تتحسنوا شوية شو رأيك بآخر موجة مسلسلات خصوصي على رمضان؟ أنا بصراحة ما قدرت كتير تتابع المسلسلات كون كنت ملتي كتير بمسرحيته عم صور ما قدرت كتير تتابع بس أنا عندي أمل كتير كبير أنه دراما اللبنانية عم تتحسن لازم بقى خلاص حلنا لا عم تتحسن طبعاً إن شاء الله بتتحسن بعد أكتر وأكتر بمساعدة وجود أشخاص كفوقين مثل حضرتك مثل كتير من المماثلين اللي عندهم فعلاً هالباكراوند الثقافي والشهادات العالية اليوم وينك من التلفزيون من المسلسلات من السينما من الأفلام فيه مشاريع جديدة أو بعضك ملهية؟ بس عم صور صورة الفلاحين لأنه ما قدرت كتير بأعمال كوني كنت كتير مشغولة هلأ أفضيت هلأ إذا الله راد إن شاء الله في كتير أشياء عم تنحكا بس بعد ما مضيت على ولا شو دورك رح بيكون بصورة الفلاحين؟ دوري أنا بكون عايشة اسمي غاوية بكون عايشة بلندن وجيت من البكاويت ومخبر قصتي من خلال المسلسل اليوم حاضرتك مزوجة عنديك ولدين بنات ولا صبيين؟ بنت صبي أدي صار عمرون؟ 9 و11 متأثرين فيك كتمثيل؟ أكيد بحبه؟ بحس أنه بحبه كتير بالمدرسة مسرحيات ما عم يعملوا مسرحيات بالمدرسة بس مثلا ابني بيأخذ علامات كتير عالية وبنتي كمان حتى شاركت بعدة إعلانات يعني بنتي وبكليب كمان بتشجع عيون؟ بشجع عيون؟ لا مش كتير ليش؟ لأنه هني عم بيشوفوا أصلا قدي أنا بعيني وقدي أنا دايما أنا بقول قدي بحبها هالمهنة حتى أدري مضاينا فيها أنا بدون شك في مشاكل ومصاعب كتير غير المادية يمكن كمان قصة وقت قصة مواسم قصة ما فيه استقرار ما فيه كمان ماذا بعد يعني التمثيل عم ينشغل بعضو على الموضوع غيرتا حقوق الممثل التقاعد كل هالقصص يعني فيه وعودات إذا بدك على أمل أنه تصير الإشي أحسن إن شاء الله نحن سمتعنا بالحديث معيك كحديث مسرح عميء حلو كتير تعرفنا عليك أكتر من هيك ناحية تانية اليوم بدنا نتمنى لك كل التوفيق ناطرين أنه ترجع تنعرض لبالاندي فيغان قريبا وأقول لك لأليك أهلا وسهلا فيك شكرا لأليك لهم بتكون انتهت حلقتنا لليوم أكيد موعدنا بيتجدد بكرة بحلقة جديدة بم تيفي لايف ما تنسوا الموعد بأول قاب بحلقة خاصة لعيد الجيش وأنا بدي أتمنى لكم ويك أنت حلو باي باي اشتركوا في القناة